محافظات ضرورية جدا لمتابعة الأعمال الخاصة بالمحافظات وكذلك مراقبة المحافظ في إدائه ذلك المصادقة على المشاريع المهمة التي يراها المجلس حسب رؤياه لأنه باعتبار مجالس المحافظات تمثيل لكل مناطق المحافظة نحن أن هذه مجالس المحافظات كانت تمثث الحلقة زائدة ولديها دور في بعض المجالس المحافظات لديها حالات فساد في هذا الجانب ولكن مجالس المحافظات عمليا ودستوريا باقية ممكن أن يكون هناك تعديل لمجالس المحافظات من حكم الدستور بأن يكون هناك وهذا ما ذهبنا إليه في لجنة التعديلات الدستورية بأن يكون انتخاب المحافظ مباشرة وأيضا مجالس المحافظات يتم تقليل عددها الحل الذي قام بمجلس النواب طبعا ألقى بظلالة وهذه الظلالة كانت حسب رؤيتنا أدت إلى أمور كثير سلبية لأنه باعتبار أن هناك المحافظات الفردوا بالقرارات بدون مراقبة وبدون متابعة من الحكومات المحلية وبالتالي أصبح على عاتق مجلس النواب متابعة ومراقبة المحافظين وبالتالي هذا لربما أثر سلبيا باعتبار أن النائب لربما يميل على منطقة دون منطقة أخرى الأعداد مجالس المحافظات بالكثرة السابقة هو حقيقة تره الواضح المفروض يكون العدد قليل حتى يتلائم مع حجم المعطيات لهذه المجالس لا يصير تره لا بالقرارات ولا باتخاذ المواقف بالتالي يكون القرار مركزي المعالجة تكون من خلال أولا تقليل العدد ثانيا تحديد موعد الانتخابات المقرر ترجمة نانسي قنقر